ختم غاربة السلام عليكم هذي نهار سبت 18 فبراير 2023 قلوبنا مع الساكنة ديال الضواحي وارزازات المناطق ديالهم شهدت تساقطات الجيس تتنائية ان شاء الله غا ترجع بالنفع على الفرشة المائية وعلى المناطق كاملين ديال الضواحي وارزازات ولكن الناس محاصرة بالتلوج الناس البرد قهرهم الناس اللي ما عنده مياه كل ما جبش الماكلة معه وتدع له البيبان الناس كاللي مراد كالنساء حوامل كنا واحد الكاريتة المشكل هو المسؤولين ديالنا علاش لما شفنا ديال تلوج طاحت ساعة من بعد ساعة ونص من بعد معي اتناش وكانت تدخل ديال فرق ديال انقاذ ديال قوات المسلحة الملكية لأن عندهم هما والدرك الملكي عندهم فرق ديال تدخل ديال الجبال وتلوج علاش هذوك الناس ديكسة عجبتهم لليكوبتير ولا جوا في الشاحنات ولا يدبرسوا مع ذوك عسكر وجوا وتدخلوا علاش السلطات المحلية مجندات شالعاشرات ديال الجرافات وجات التمة وتدخلوا ليلة نهار ليلا نهار باشي فكول عزلاء على ذوك المواطنين ويقدموا الإسعافات ويددار واحد المستشفى ميداني علاش وش المواطنين رخيص نسيت اسمحوا لي انا في المغرب كنت كان حلم عودتاني رحت مره مره كان حلم وفكرني هاتشي غيف الزلزال ليداز قبل سنوات وضرب مدينة الحسيمة فجوا كيجريوا وداروا القياطن باشي لإيواء الناس المتضررين وليمشوا ليهم منازل ديالهم وليمدة أسبوع والقياطن كاينين وكل شي موجود أسبوع من بعد عاد دخلوا الناس أسبوع ورادك شي علاش لبان حذرت الفيديو على أقادير الله يحفظ راهي لو قاعد شي حاجة ما غاديش نقول بنا المواطنين رخيص عند المسؤولين ولكن ديولنا غير الله يسمح لهم بسواع بالأيام شوية من يمكن نشوف الدول كالدخل بالدقائق وإلا تعطلوا لاشنو ساعة ساعة ونص وليليكوبتيرات وهذا كنجوا بتالعنا حنا يا أنا كم قحل فمي قوة المسلحة الملكية أعطى الله لليكوبتيرات الدارك الملكي عندهم نزيل الكوبتير الشاحنة كل شي الإمكانية عندنا الجرافة تكون شي كاين فرق الإيقاد ديال قوة المسلحة الملكية للجبال والتولوج كاينين روما هم ستاسيونين قالسين في الكيمدون وقالسين في النواحي أخرى ما هزوهم شتابوا في البلاسة وجاوا ودخلوش فينا ذاك شي والتصوير وغاديين وكان نعرفوك وكان نحسو براسنا احنا مواطنين مغاربة عندنا قيمة عند المسؤولين ديالنا الله يدير شي تاوي الخير غير نمشيو الموضوع واحد آخر كتعرفوا يومون رايت ووتش هذه واحد المنظمة حقوقية عندها واحد صيت واحد سمعة واحد معترف بها عالميا وهي منظمة أمريكية ومصداقية عندها كبيرة هذه المنظمة هذه يومون رايت ووتش دارت واحد تقرار وكتهم فيه أمريكا بلادها بلادها هي أمريكية وكتهم أمريكا وإنجلترا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في جزر تشاكوس قبل خمسين سنة في الموحدة هذه بأحيط رحالة الساكنة وقتلات اللي قتلوا أمريكا وهذا المنظمة الأمريكية تهمت أمريكا وتهمت إنجلترا بأنها دارت واحد الخرق للحقوق الإنسان ارتكبت جرائم ضد الإنسانية ولكن ما سمعناش أمريكا خرجت شي بيان وقالت هاد يومون رايت ووتش راحت دم المصالح ديال الروسيا والديال الصين ما سمعناش في أمريكا كان صحفات شهير ونضط كتاهم هاد المنظمة هادي ولا رئيس المنظمة ولا شي يندوك لي خدمي في هاد المنظمة وداروا هاد هاد التقرير واتاهمهم بأنهم خوانا وفبركوا لهم فيديوهات وصورهم عريانين ولا شي حاجة ونشروها صحفات شهير وهي اللي خرجت عنا في هاد البلد هاد وغير باش نمحدي كندو على هاد الموضوع علش حنا في المغرب اي منظمة ولا اي واحد مني كنقول اي منظمة هندوي على جمعية المغربية لحق الإنسان ولا شي صحفي ولا شي حاجة دار شي يتقرر لي هو ضد المغرب هو عنده صح كان تاهموه بالعمالة للجزائر والإسبانيا كان نوركوا على البطون صحفات شهير كبدأ عليه بتياري يلا علش ميريكان دابا ما ناضطش اليومون رايت ووتش ومني كنت بهاد الملف كالقاء أمريكا كتوجد واحد الاعتراف بأنها ارتكبات وهذه وغادي ديروا واحد يعني غادي خلصوا وغادي ديروا وصافي واعترفوا بالخطأ ومريضنا ما عنده باس وامريكا هتطلع كبيرة وصافي وطوي نصفها احنا لا احنا لما كالدوي يا إما انت مع الجزائر يما مع اسبانيا وهذا ليما ترى تزدت فرنسا تهيف في الاتهامات هادارة تابع الفرنسا وهذا تابع الجزائر وهذا والصحفات الشهير عفاكم راه لما كتهموا شي جيها بأنها خدمة اللي صالح كلما نتقطو بهذه الكلمة شي جيها خدمة صالح الجزائر والاسبانيا ولا فرنسا تحتقيرون المخابرات المغربية يعني المخابرات المغربية ما ديراش خدمتها كنت خسبيوناج مغربي ما ديراش خدمتو لما كنت تهمو مثلا بأن عمر راضي را خدم لصالح انجلاتيرا وكي يجسس المغرب وهذا اللي هم ولا كنت تهمو شي جمعية بحل جمعية المغربية الحقن انسان الولا شي جيها خدمة المصالح الخارجية يعني لا ديستي والمخابرات الأخرين اللي عندنا ما ديراش خدمتموا بأنهم فاشلين هذا غير مورو الكرام لصحفات الشهير اللي عندنا في هذه البلاد هذه وخرجت علينا كتعرفوا البارح البرلمان الأوروبي توصية واحدة أخرى وخرج بعض القرار أن ممنوع للمسؤولين المغاربة والقطاريين ولكل المغاربة يدخلوا مابنى البرلمان الأوروبي سمعوا معايا ممنوع يدخلوا يحترج لهم ثم هاتشي جات من بعد القادية دي الحق الإنسان ونحن جايين الواحدة أخرى دي البيغاسوس عاوتاني البرلمان الأوروبي خدم عليها غادي تقولوا لي عاوتاني الجزائر وفرنسا وغيرها وما اللي مراد شي مزيان وحنا يا فين هم المصالح ديالنا السيل منصوري هاد الفضايح كلهم المخابرات ديالك المخابرات الخارجية هي اللي ورطاتنا في هاتشي كامل لأن ده بينات على عدم الفعالية ديالها بينات على لمهانية ديالها لأن من يتفضحنا منبقوش نمسحوه ونقوله رايح الجزائر وغيرها وفرنسا أو تاحنا دولة وتاحنا عنا مخابرات تاحنا عنا رجالات وعنا كفاءات ولكن سوء تسيير هاد الجهاز هو اللي ورطنا في هاتشي حاجة أخرى في نظري المتواضع جهاز المخابرات الخارجية خاص على رأسه الكفاءات ديال القوات المسلحة الملكية ترجع خاص لأنها كفاءات كبيرة في القوات المسلحة الملكية خاصة هي تعود تأخذ رئاسة المخابرات الخارجية لأن ارتكب من لول من 2005 فالسياسي المنصوري ارتكبت أغلاط فادحة ارتكبت أغلاط لأن السياسي المنصوري جانب الداخلية من قسم الشؤول العامة اللي كان مدير عليها ولما جاء جاب معاه أطر اللي كيتيق فيهم هو كين بشوات كين قياد ودخلوا لمخابرات الخارجية وهذاك القيد ولا كيحكم في جنرال هذاك القيد ولا كيعطي أوامر الكولوني الماجور هذاك القيد والنتيجة احنا فيها كتعرفوا واحد المجلة فرنسية عندها مصداقية وعندها شعبية دارت واحد ملف على المغرب والعلاقات المغربية الفرنسية مجلة مغيان وفيها بعدها من المعطيات مزيان من ضمن هذه المعطيات هناك القرف هذا الملف لقيت واحد الرسالة دي الديبلوماسيين فرنسيين والمسؤولين فرنسيين كي يوصلوا المغرب أن هذوك القنوات دي التواصل الغير مباشرة جمال دبوز وغيره رغم مبقاوش فعالين شوفونا قنوات يعني شوفونا رجالات ونساء هذوك تقليديين وديبلوماسيات المامونية يعني ذوك العراضات اللي كي يكونوا في مراكش المامونية رغم ذلك شي مبقاش واكل رح نبغينا واحد النوع جديد من رجالات ونساء اللي نتوصلوا معاهم وكان ملمك رقرى ذلك الميلف كان نفهم لأن حناية المغاربة باش نعرفوا خبار بلادنا خسنا نمشيوا الصحافة الأجنبية مشي الصحافة دينا كي يقول هذو الميلف أن مسؤولين المغاربة يتهمون فرنسا هي اللي وراء هذيك التوصيات دي البرلمان الأوروبي وحقوق الإنسان مزيان ما سمعناش حناية المسؤولين المغاربة يكن تهموا فرنسا اليوم بأنهم حطوا الجنسيات الفرنسيين اللي عندهم ولا الجنسيات الأوروبية شي وحدين يتنازلون عن الجنسية الفرنسية وقالوا ما بقيناش بغيناها يلا هاكو فرنسا ضدنا حنا غنحيدوا الجنسية ما سمعناش مسؤولين حيدوا ولا أرجعوا الورقة ديال الإقامة ديالهم ولا ديال ولادهم ما سمعناش حنا نمشي وقع بعيد ما سمعناش المسؤولين المغاربة خرجوا ولادهم من القراياة في البعاتات الفرنسية اللي كنا في الرباط ما سمعناش المسؤولين المغاربة قالوا لولادهم اللي كيقروا في فرنسا رجعوا في حالتكم المغرب صافح ما ديال فرنسا ما وقلاش نتعاملوا معها وفي نهاية الوطنية بدوا بيكم انتوما اللي كتتهموا فرنسا وقدتضربوا مع فرنسا وكتبغيونا حنا تجندونا مع ضد فرنسا ولا ضد اسبانيا ولا ضد الميريكان بدوا براسكم سحبوا الأموال اللي عندكم فرنسا سحبوا الاستثمارات اللي عندكم فرنسا وذلك الساعة احنا معاكم هدا من المشاكيه الكبيرة اللي عندنا المسؤولين الوطنية خليها الفقير ايو انتوما ماشي مشكيل كتعرفوا واحد الميلف هاد الأسبوع تفجر وهو كبير هاد الميلف ديال واحد المنظمة من دقتراز عليك الخدمة العزيز عليها اسميتها فوربيدن ستوريز هاد المنظمة هادي اللي بتعاون مع مئات من الصحفيين العالميين تابعين المنابر اعلامية ذات مصداقية ومنابر كبيرة اختارقوا واحد شركة كينا في اسرائيل وهاد الشركة المدير ديالها طال حنان شنو غادي نقول لكم مختصة في تمويه الرأي العام وتضليل الرأي العام العالمي كيجيوا دول وكيخلصوها وكتقول هاد الرئيس هاد المختارقوه سجلوه بكاميرا كاشي كيقول لهم انه خدم ثلاثة وثلاثين حملة انتخابة يا رئاسية يا رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة ونجحوا بسبعة وعشرين كيفاش؟ كيصنعوا عندهم العشرات الالاف من اللي فو بروفايل على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الالاف وكيدخلوا الفيسبوك انستغرام تويتر وهذا بالحسابات وهمية وكيبدأوا على الكدوب تأثير على الرأي العام وفكرتني هاد شيف واحد حاجة لانني توصلت مع بعض الصحفيين اللي مشاوا واخترقوا هاد الشركة هادي اشنو غادي نقول لكم سولتهم واش المغرب كان من الزبائن ديالها وكيقولوا لي ايه وتفكرت واحد القادية انه لما كانت الحملة ديال عزيز اخ النوش مؤخرا شوتنبير اللي فات كانوا العشرات والالاف ديال الفو كونت وبالنسبة لمدينة اقادير والنواحي تخصصوا لها اللي فو كونت ستعرفوهم بانه كتلقى ولد ولا بنت شاب زوينين كتلقى بانه كلهم ثلاثة الحاجات اما ديرين يقرأوا في جامعة بنزهر ولا لوين سي جي ولا اونيفرسيا بوليس هادو ثلاثة ديال وهنا وليفو بخوفيل بالمئات وكي مجدو العزيز اخ النوش والاحرار وهذا دكش اللي دارو مني كنسول واش المغرب عن طريق عزيز اخ النوش و الحملة ديالو كانوا من الزبائن ديال هاد الشركة كيقولوا لي يا الصحفيين من المحتمل جيد محتمل من المغرب كين؟ راني كانت سنى الجواب في الايام المقبلة واش؟ عزيز اخ النوش استعمل هاد مصالح هاد الشركة هدي لتأثير وتضليل الرأي العام المغربي باش ربح انتخابات هدي احنا غادي رشعوليها من ضمن هاد الصحفيين ميكانو غالسين تمام من ضمن الشركة شنو وراتهم علش قادين؟ قادة الصحفي المغربي راشيد مباركي ديال بفم تي بي اللي نتعلي ديك دجال مقال الصحراء مغربية ونادو الصحفة المغربية في بلدنا ونادو وكيكتبو بأن فرنسا هي اللي وقفاتو وهي اللي دارت ليه لأن فرنسا العنصرية ليس دفعنا لفرنسا ولكن كيتبت صحفيين اللي كانوا عند الشركة أن الشركة الإسرائيلية هي اللي كانت وراء هاد القضية هدي عن طريق واحد الاغولي ديالها في فرنسا واحد الإسرائيلي اللي ساكن في فرنسا ومعروف بأن مرتزق ديال الصحفة بحيث كان في سوريا كان في واحد العدد ديال بليس هو اللي اعطى واحد تلتلاف أورو لراشيد مباركي هاد شي دبا هم اللي كيقوله أنا لا أتاهم أحد ولا كنقول بالصحراط راه هاد شي هادوا اتهامات وكيقولوا راخدات لتلاف أورو باش يقول هديك الصحراء المغربية في الأخبار ديال بيفم تيفي كيف عاوتاني شي حويج اللي دازو بيفم تيفي دا كشعرش وقفوه بينما يشوفوا التحقيق فين واصل على القضيات ديال روسيا على شي حويج اللي هم كبار هنا في كيبين لكم كيفاش هاد الشركة الإسرائيلية كيمشيوا عندها زبائن من العالم كلك هاد تقولك هاد الشركة الإسرائيلية خدمت مع أنظمة في أفريقيا أنظمة عربية خدمت حتى في أمريكا عندي كليان في أمريكا عندي كليان في أمريكا اللاتينية وكان قدر نأثر على الرأي العام عبر تمويه وتضليل هاد الرأي العام ديال هاد دوال ولا شنو الشريحة اللي بغينا وكيبين هاد شي ان الشركة الإسرائيلية وتتباهى هم مرة ما تتحبون مش را الصحافين كي سجلوه الشركة إسرائيلة احنا قديت راشيد مباركي وها شنو درنا تصوروا معايا وتصوروا معايا داب عزيز أخ نوش يكون صح اخدا هاد الشركة هادي لتأثير وتضليل وتمويه الرأي العام المغربي باش يربح الرئاسة الحكومة هادي راح خطيرة هادي هادشي خصوة حقيقة واتشير ما كيدوا علي التوحد الصحفة المغربية المؤترين وهذا التوحد ما حقق في هذا الموضوع غادي نرجع ليه لأنني كنت أجوبة من عند الصحفيين على هذا الموضوع بالضبط على شكون هما الزبائن اللي كينين عنا في المغرب شكون ستعمل ولا شكون خلص راح ما كنتكلموش على مئة مليون وربعمية مليون شركة كنتكلم على من كيبغيوا المصالح ديالها انضيمة ولا ناس راح ما كين غير بين مليون واستاد المليون دولار يعني بين مليار واستاد المليار باش تخدم معاك هاديك العشر ايام ولا شهر ديال الحملة انتخابية ديالك وليشنو بغيتي على المقاس يعني كتطلب كتطلب لهم كتقول لهم أنا بغيتكم تقولوا ما عفت شنو المغرب خيب وهم كيتكلفوا شوفوا فين واصلة ما نقولش تكنولوجيا ولكن فين وصلوا بحالة الشركة هذي في اسرايل المهم غادي نرجع ونعود لنداء ديالي أولا عفاكم الناس مليكات راكاريتها في المغرب بحالة شي ديالتولوج التدخور كيكون في ساعة من بعد يكون زلزال يكون تلجي يكون العصيفة يكون عندنا الإمكانيات طيرة ما تخلش بشي الكاميونت يقدر يوصلوه الكاميونت ما يقدر يوصلوه كين جرافات كين 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 أعطى الله ما كيش شي حاجة اللي هي ما يمكنش الأولى تانيا المخابرات الخارجية راحنا غندوزوا أيام عصيبة راحنا كانت مرمدوا وكانت جرتلوا والسمعة المغرب كانت جرتل وبارك ما نقولوا راك يحسدونا ولا راح يشافونا وما عد شنو عغاد يلفح طريق صحيح ولا شنو عفاكم المخابرات الخارجية على الصعيد الدولي عندها واحد دور حيوي خاص في نظري على المتواضع خاصنا كفاءات دي القوات المسلحة الملكية تعود هي للتسير لأن كتكون الاغيقور كتكون الاحترافية ما كيش بك صاحبي وما عد شنو وهذا وذلك الرولاكس ولا ذلك اللي سيالي دي المدنيين وراح تشيري وقع المخابرات الخارجية جرتلنا وحاجة أخرى مش كنقوله اللي كيقولي يحسدونا ولا شنو إياه المغرب غادي في الطريق صحيح ولكن المؤشرات الدولية راحنا في المراتب متأخرة لف الصحة لف التعليم العمومي لف التقافة لف الرياضة لف روخها المغرب في الكورت قدم راح وصل نصف النهائي دي القاس الأعلم لهذا ليعني أن الرياضة راح عنا بخير راح ماشي بخير ولوصل الفريق الوطني راح الفرق كتعاني لتحت دي الكورة ولا الكورة ولا غيرها راح بخير دونك الله يرحم الوالدين ومني كان تكلم عن الكورة راح البحث العلمي راح كيم بزاف دي المجالات اللي راح نغير أكان ضهصوا والله يدير شتاوي الخير موسيقى موسيقى موسيقى